أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة تول كرم ومخيمي تول كرم ونور الشمس لليوم الثالث على التوالي يأتي استكمالا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقال ناطق رسمي باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها خاصة اعتداءات المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها